بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الدارسين في برنامج الماجستير المهني إدارة الأعمال MBA السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الثاني من سلسلة اللقاءات في مراجعة مقرر المحاسبة الإدارية التي درسناها لحضراتكم في هذا الفصل الدراسي ترجمة نانسي قنقر Online Meeting Concerning revision Concerning revision of the topics of our managerial accounting course ولسوف نبدأ في هذا اللقاء الثاني بمراجعة وتلخيص الموضوع الثاني بشرح الوظائف الرئيسية للإدارة في موظمات الأعمال وكيف تأثرت تلك الوظائف بالتغير الذي حدث في بيئة الأعمال وتأثير ذلك أيضا على أدوات المحاسبة الإدارية المستخدمة في إنتاج المعلومات التي تساعد إدارة المنشأة في مزولة وظائفة في بيئة الأعمال الحديثة وسوف أعرض لكم في نهاية في النص الثاني من هذا اللقاء سوف أعرض لكم قريطة توضيحية توضح وتلخص تسلسل التطور الذي حدث في بيئة الأعمال وأدى إلى ظهور بيئة الأعمال الحديثة وتأثير هذا التطور على أدوات المحاسبة الإدارية المستخدمة لمساعدة الإدارة في مزولة وظائفة في تلك البيئة الحديثة للأعمال بدأتا نقول The main functions of management are الوظائفة الرئيسية للإدارة في منظمة الأعمال هي Number one, strategy formulation and strategy implementation Number two, strategy implementation is achieved through four functions يعني الخطوة الأولى في الوظيفة الرئيسية للإدارة يا حضرات هي رسم الاستراتيجية التي سوف تسير عليها المنظمة ما هي الخطوة الأولى؟ مجرد ما يتم الاستقرار على الاستراتيجية التي سوف تتبع في مزولة الأعمال فإن الخطوة الثانية هي تطبيق وتنفيذ هذه الاستراتيجية تطبيق هذه الاستراتيجية يتم من خلال الوظائف الآتية للإدارة لكي نقول strategy implementation is achieved through four functions Number one, planning Number two, control and performance evaluation Number three, decision making Number four, providing financial statements The managerial accounting tools used in each one of those functions are الأدوات بقى تحت المحاسبة الإدارية اللي بتدي معلومات لمساعدة الإدارة في تلك الوظائف المذكورة هي informulating strategy في الخطوة الأولى خالص عند لما الإدارة بتكون بترسم وبتختار الاستراتيجية المناسبة SWOT technique is applied بيتم في هذه الخطوة تطبيق أسلوب SWOT وحضراتك وطبعاً كما شرحنا في المحاضرات المقصود بسوات الأربع حروف دول الـS معناها strengths إن الإدارة بتشوف إيه نقاط القوة اللي المنشأة بتتمتع بيها والحرف الثاني اللي هو W ده اللي هو weaknesses اللي هي الإدارة بتحدد أيضاً إيه نقاط الضعف اللي موجودة عندها اللي هي بتتميز بها المنشأة الأخرى عنها و letter O ده الحرف بتاع O ده اللي هو اختصار opportunities اللي هي الفرص إيه الفرص المتاحة أمام هذه المنشأة في السوق لكي تستطيع إنها تجذب أكبر ماركت شير ممكن والT ترمز إلى اللي هي streets اللي هي المخاطر والتهديدات اللي نشاط المنشأة في ظل هذه الاستراتيجية ممكن يتعرض له ويهددها فبنقول تاني إن in formulating strategy صوت technique اسلوب صوت ده اللي نقول عليه is applied to choose between the two main types of strategy بنطبق اسلوب صوت عشان نختار وحدة من اللي اتنين استراتيجيات الرئيسية اللي موجودة في المنظمة وأنا زي ما قلت لحضراتكم أبل كده إن ده في البداية الأمر لكن اللي حصل بعد ظهور الأدوات دي إنه ابتدى الكتاب يقولوا إن لا ده الاستراتيجيات ما هم ماشي اتنين فقط دول ثلاثة ومنهم من قال إنها أربعة وهكذا المهم لو احنا اقتصرنا على إن الوظيفة الرئيسية اللي موجودة لو اقتصرنا على إن الاستراتيجيات الرئيسية الموجودة أمام الإدارة التي تختار من بينها واحدة هنقول إن الاستراتيجيات دول الأولى اسمها cost leadership اللي هي استراتيجية الرياضة في التكلفة والاستراتيجية التانية اللي هي product differentiation اللي هي استراتيجية التميز في المنتجات ده بالنسبة لستراتيجي فورميوليشن زين بعد بقى الخطوة التانية بعد ما الإدارة تختار وتستقر على الاستراتيجية المناسبة اللي هي شايفها مناسبة يبقى الخطوة اللي بعد كده في نفس الوظيفة بنقول زين under the choose strategy في ظل الاستراتيجية اللي هي اختويرة اللي هي choosing strategy management should determine الإدارة ينبفي عليها أن تحدد management should determine the optimal product mix بقى طرمنا نحن خلاص يا إدارة إختارنا الاستراتيجية اللي احنا شايفين أنها مناسبة لإنجاح المنظمة يبقى إذن في ظل هذه الاستراتيجية على الإدارة أن تحدد توليفة المنتجات تشكيلة المنتجات اللي هي شايفة أنها في ظل هذه الاستراتيجية تحقق لها الهدف بتاعها بأقصى ما يمكن يبقى بنقول هنا تاني the optimal product mix by using طب هي الإدارة هتحدد التوليفة المثلة للمنتجات اللي بتحقق لها أكبر قدر من هدفها هتتعملها هزاي دي قديما قبل بيئة الأعمال الحديثة ما تظهر يعني في ظل بيئة الأعمال التراديشنال كان اختيار وتحديد التوليفة المثلة للمنتجات بيتم باستخدام contribution margin هامش المساهمة هامش المساهمة زي ما شرحنا قبل كده مع بعض ومش هناخد تاني في تفاصيله هامش المساهمة في حالة ما إذا كانت المنشأة بتفاضل بين اتنين أو تلاتة على الأكثر من المنتجات يبقى في الحالة دي بنستخدم هامش المساهمة إنما لو كان الـ options المتاحة أمام الإدارة عندها مجموعة كبيرة من المنتجات وعندها عدد كبير من القيود والمحددات في الحالة دي يبقى لازم نستخدم هامش المساهمة بس داخل نموذج رياضي اللي هو بقى إيه اللي هو البروغرامنج سواء بقى بنتكلم في linear programming ولا non linear programming ولا integer programming ولا dynamic programming حسب الظروف اللي بتمر بيها المنظمة ده الكلام ده لو في بيئة الأعمال التقليدية هامش المساهمة فقط سواء هو الوحده أو باستخدامه داخل نموذج البروغرامنج فبيستخدم لكن في ظل بيئة الأعمال الحديثة زي ما شرحنا الحضارات في الحضارات لا ما يكفيش هامش المساهمة بشكله وبالطريقة التقليدية اللي كان بيتحسب بيها لازم بقى في الحالة دي نستخدم اللي هي زي ما قلنا قبل كده using life cycle costing آه لازم نستخدم واحنا بقى بنفاضل بين المنتجات المختلفة لازم نستخدم أسلوب محسبة التكلفة لدورة حياة المنتج إيه السبب لو تفتكروا زي ما قلنا قبل كده قديما كان المنتج لما المنشأة بتختاره بتستمر فيه إنتاجه وتقديمه للعملاء عدد كبير من السنوات أربع سنين خمس سنين في بعض الحالات وصل إلى عشرين سنة زي ما قلتلكم في المثال بتاع شركة الناصر السيارات والسيارة مية تمامية وعشرين لكن في ظل بيئة الأعمال الحديثة اتسمت المنتجات بالتغير السريع يعني لازم يحصل تنويع وتغيير في المنتجات علشان الكاستمر بتاعك ما يزهقش منك ويروح للشركات المنافسة ترتب على بقى كده إيه؟ ترتب على ذلك أن المنتج المنشأة بتطلعه العمر بتاعه اللي هو بيطرح خلاله في السوق لغاية ما يتم سحبه من السوق ما بيتجاوز سنة في بعض الحالات زي ما ضربنا أمثلة مع حضراتكم في صناعة الموبايلات قد يكون العمر بتاع الجينيريشن بتاع الموبايل اللي يطرح في السوق قد يكون ستة شهر فقط وقد يتم تقصيره إلى ثلاثة شهر فقط على طول كل ثلاثة شهر تلاقي فيه جينيريشن جديد موديبلي جديد بتطرحه الشركة يبقى بنقول يبقى في الحالة دي ما ينفعش نستخدم هامش المساهمة بنظام الـ cost accounting التقليدي لا لازم نستخدم life cycle costing ولازم نستخدم بقى كمان theory of constraints نستخدم بقى نظرية القيود بدل ما بنستخدم قبل كده البروغرامنج سواء linear أو non-linear لا لازم نستخدم بقى بدالها اللي هي theory of constraints instead of traditional contribution margin margin أرجو أن يكون كلامي ده هو صحيح مراجعة سريعة لكن أرجو أن يكون واضح وأنا طبعا قاصد بأنه يكون مراجعة سريعة لزي ما هنقول في النص الثاني من لقاءنا دلوقتي أني أنا مش بطلبك زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا في لقاءاتنا أنا مش بطالب حضراتكو أنكو تبقوا professional في الأساليب اللي بتستخدم الأساليب المحاسبية سواء التقليدية أو الحديثة لأن حضرتك مش بتشتغل منجير الأكاونتن حضرتك في موقع القيادة بتاعك في العمل بتاعك حضرتك في الماجستير المهني ده إحنا نقصد نعرف حضرتك بأن هناك أساليب وأدوات في المحاسبة الإدارية من الممكن أن تساعد حضرتك جدا في مزولة الوظائف بتاعتك إنما مش مطلوب منك إنك أنت اللي تبراكتس إنك أنت اللي تمارس وتقوم بنفسك بالحسابات والأعمال بتاعة هذه الأساليب المحاسبية لا هناك ناس متخصصين اللي هما بقى managerial accountants خصوصا اللي هما بيحملوا شهادة CMA دول ناس certified في الأساليب دي ودول موجودين في خدمتك دول partner مع حضرتك في مزولة الوظائف بتاعتك في اتخاذ القرارات وفي التخطيط وفي الرقامة وإلى آخر نستكمل يبقى الحديث اللي قلت الوقت ده كان بالنسبة للوظيفة الرئيسة الأولى للإدارة اللي هي بقى إيه؟ اللي هي strategy implementation and strategy formulation زي ما قلت دلوقتي وشعر ننتقل بقى إن الإدارة وانس إن هي اختارت الاستراتيجية المناسبة يبقى الخطرة التانية إنها تشرع في تنفيذ وتطبيق هذه الاستراتيجية تنفيذ الاستراتيجية حيتم بقى من خلال الأربع وظائف الرئيسة اللي أنا قلتها قبل كده ولا حتكلم دلوقتي عنها بشيء مبسط من التفصيل الوظيفة الأولى عشان نتطبق بقى الاستراتيجية اللي هي قلنا عليها planning ووظيفة التخطيط إيه بقى الأسلوب أو الأداء المحاسبية اللي المحاسب الإداري بيساعد بيها الإدارة في التخطيط هي الوظيفة دي أو الوسيلة الأسف الوسيلة دي هي إيه الموازنات التخطيطية اللي هي الbudget ونخلي بنا الأسلوب بتاع المحاسبة الإدارية اللي بيساعد في التخطيط في ضد الترانديشنال انبيرومينت كان الbudget بصنطها التقليدية إنما لما تطورت بيئة الأعمال زي ما هنشوف حالاً مع بعض بعد شوية لما تطورت بيئة الأعمال التخطيطية وظهرت بيئة الأعمال الnew environmental business لما ظهرت دي ابتدين بقى ندخل مع البوستنج إنها بدل ما تتعامل بالأسلوب التقليدي لأ بتتعامل باستخدام أسلوب activity based posting واللي هنتكلم عنه بعد شوية في الجزء الثاني من اللقاء ننتقل من الوظيفة بتاعت البلانينج إلى وظيفة باقي الكنترول ما تراماً إحنا حطينا البلان وإحنا أدينا للإدارة البدجت بتاعتها وحنبدأ بقى في مزاولة النشاط بنزاول النشاط لابد أثناء مزاولة النشاط إننا يكون عندنا من أدوات الرقابة اللي تكفل لنا إن إحنا نعمل كنترول عشان نتحقق إن الأنشطة بيتم أدائها ومزاولتها طبقاً للخطة والبرنامج الموضوع في البدجت فبنقول إن كوست كنترول لما نيجي نزاول بقى الكوست كنترول زا جول شود بي كوست ريداكشن الله إما اللي هو الجول كان إيه قبل كده أيوة الوظيفة بتاعت الرقابة يا حضرات في بيئة الأعمال الترديشنال الوظيفة دي كان الهدف منها هي إيه بقى؟ هي الحفاظ على تطابق الأداء الفعلي مع الأداء المخطط يعني كان الهدف منها هو العمل على عدم حدوث انحرافات أثناء التنفيذ الفعلي عن الخطة إحنا لما نحط الخطة بنحطين فيها ستاندردس معايير لكل عنصر تكلفة فالرقابة في البيئة التقليدية كانت هي إن إحنا نحافظ على تطابق الأداء الفعلي مع الأداء المعياري اللي محطوط في الخطة وما يحصلش انحرافات لكن في الحقيقة في ظل بيئة الأعمال الحديثة اللي هي contemporary business environment في ظل البيئة الحديثة ما بقاش الهدف يقتصر على إنك أنت تحاول تلتزم في التنفيذ باللي كان محطوط في الخطة مقدمة لا ده بقى أكتر من كده الهدف تغير وتطور وأصبح هو العمل على تخفيض التكريفة يبقى مش ضبط التكريفة فقط وتطابقها لا ده إحنا كمان عايزين نخفض التكريفة عن اللي كنا حطينه في الخطة أيوة لأن حضرتك مجرد ما دخلت السوق وبتاديت تتنافس المنافسين اللي موجودين معك في السوق هيبتدوا يحربوك بإنهم يخفضوا تكاليفهم عشان يخفضوا سائر بيئة المنتج بتاعهم ويجذبوا منك العملاء فيبقى إذن إنت لابد زي ما كايزين قال اللي حنتكلم عنه بعد شوية كايزين قال لك إن أنت لازم يبقى فيه تطوير للأداء باستمرار ما يكفيش اللي أنت حطيته في المرحلة بتاع الـ Research and Development لا ده أنت لازم تعمل على ابتكار أفكار جديدة أثناء ما بتنفذ المنتج ابتكار أفكار جديدة يكون من شأنها تخفيض تكاليف المنتج وبالتالي تخفيض سائره عن اللي كان مخطط قبل كده لما اخترنا الاستراتيجية واخترنا الـ Optimate Mix فنرجع نقول تاني In cost control The goal should be cost reduction سروق طب ودي نعملها ازاي بقى نخفض في التكاليف ازاي سروق target costing بأنك أنت هتطبق أسلوب التكلفة المستهدفة اللي شرحناه مع بعض وكمان تطبق جوه هذا الاسلوب حاجة تانية اسمها ايه cost engineering هندسة التكلفة بأنك أنت المنتج بتاعك عشان تخفض تكاليفه شوف بقى هندسيا المكونات والأجزاء بتاعت هذا المنتج ايه اللي ممكن نستبدلها منها بمكونات أخرى بديلة تدي the same function لكن تكون تكلفتها أقل and the kaizen concept ايوة وبتطبيق المفهوم بتاع kaizen kaizen ده زي ما قلنا قبل كده مع بعض ده الراجل العالم الياباني اللي هو اللي كان وراء المناداء بهذه الفكرة أصلا لو انتقلنا بقى من cost control إلى performance evaluation تقييم الأداء وهنا أخلي بالكم عايا in performance evaluation it should not be based only on financial measures يعني ايه يعني في تقييم الأداء في بيئة الأعمال التقليدية في بيئة الأعمال التقليدية زي ما قلنا حضراتكم زي ما حتكرر بعد شوية يا جماعة كان هدف المنشأة ايه الهدف بتاع الإدارة ايه هدف الإدارة في بيئة الأعمال التقليدية هي بقى ايه profit maximization هدفة تعظيم الربع ليه لأن هي أصلا الإدارة هنا مسخر كل جهدها لإرضاء stockholders لإرضاء المساهمين لأن المساهمين حملت الأسهم دول هم اللي في الجمعية العمومية كل سنة هم اللي يملكوا أنه هم يسحبوا الثقة من مجلس الإدارة وغيروه هم اللي ممكن يجددوا الثقة ويكرروه ويعينوا لفترة تانية وتالتة وهكذا فإذا يبقى الإدارة مهتمة بإن هي ترضي الجمعية العمومية اللي هم حملت الأسهم اللي هم في إيدهم يخلوهم كإدارة يستمروا في عملهم ولا يتم إقالتهم تسحب بينهم الثقة فعشان هم يرضوا stockholders هم stockholders هو المساهمين اللي يهمهم هدفهم إيه هدفهم ييجوا آخر السنة ويقبضوا البروفيت الشير بتاحهم في الأرباح اللي هتوزع عليهم عشان كده بقى الإدارة يهمها أنها تكبر وتكتر الأرباح اللي عشان تكبر التوزيعات اللي هتعملها على هؤلاء المساهمين ويبقوا satisfied كلام ده كان في بيئة الأعمال التقليدية لكن زي ما شفنا مع حضراتكم في الشرح بتاعنا خلال محضراتنا أنه الهدف ده تغير في البيئة الحديثة ما بقاش الهدف هو إرضاء أصحاب المنشأة فقط لا ده دخل مع با customer satisfaction إرضاء العملاء لأن أنت مش مهمة أبدا أن أنت تكبر ربح المنشأة بتاعتك وترضي الستوكولرز بينما العملاء بتوعك مش مرضيين غير رياضين غير راضين عن الخدمة اللي أنت بتقدمها لهم وعن السعر اللي أنت بتبع لهم به وعن القواليتي وعن التايمينج كل ده عدم رضاء خلاص حضرتك بقى اعمل زي ما أنت عايز لكن مش هتبقي عملاء هيتسرسبوا منك واحد وراء الثاني وينجزبوا ويروحوا للشركات المنافسة الأخرى فبنقول بقى in performance evaluation it should not be based only on financial measures but should also take into consideration non financial measures such as customer satisfaction quality employees empowerment and sustainability quality لازم ياخد تقييم الأداء لازم يكون مبني مش على المؤشرات المالية فقط لا لازم ياخد في اعتبار المؤشرات الأخرى الغير مالية اللي هي رضاء العملاء وسرعة تسليم المنتج للعميل وال quality العالية اللي تقدم للعميل ولازم أيضا ياخذ في الاعتبار يعني هلش المنشأة دي بتقوم بعمليات تدريب مستمرة للموظفين والأمال بتوحها ولا لا وهل المنشأة دي بتطبق عملية نهية تعمل employees environment يعني اللي هي بتتبع سياسة التمكين كل المؤشرات دي طب تتخذ في الاعتبار زي بقى أيوة كل المؤشرات دي عشان تأخذ مع بعض في آن واحد عشان كده تم ابتكار أسلوب جديد في المحاسبة الإدارية نعمل بي performance evaluation الاسلوب ده اللي هو اسمه ايه اسمه balanced score card والاخصار بتاعه BFC balanced score card بطاقة الأداء المتوازن بطاقة الأداء المتوازن وإذا ما انتقلنا إلى الوظيفة التالت بعد كده اللي هي decision making بنقول لحضركم indecision making the relevance concept should be applied أيوة لما نيجي نتكلم بقى عن اتخاذ القرارات احنا عارفين في بيئة الاعمال التقليدية وايضا حيبقى في بيئة الاعمال الحديثة ان المفهوم الحاكم لنا اللي بيحكمنا في اتخاذ القرارات هو ان احنا كيف اللي حتترتب على القرار والإرادات اللي حتدخل للمنشأة نتيجة القرار يعني هنتكلم زي ما قلنا في المحاضر قبل كده هنتكلم على differential costless incremental costless أيوة طبعا فنرجع نقول بقى في decision making the relevance concept مفهوم الملاءمة should be applied using contribution margin computed أيوة هنستخدم contribution margin طب ما هده مستخدم في البيئة التقليدية لا لا خلي بالك معاي contribution margin computed by throughput accounting من بادي بقى احنا هنحسب contribution margin بس باستخدام أسلوب ايه المحاسبة عن الإنجاز throughput accounting technique and applying the sticky cost concept وأيضا هندخل معاها مفهوم جديد استجد عندنا بعد الكورونا الله اللي هو مفهوم التكلفة اللازجة اللي هي sticky cost concept بالنسبة بقى للوظيفة الأخيرة اللي هي إعداد توفير يعني تقديم القوائم المالية بنقول in providing financial statements inventory inventory cost should be refined using activity based costing يعني يعني احنا القوائم المالية دي اولا مش الإدارة المسؤولة عن إعدادها لا اللي بيعدها financial accountant زي ما قلنا أبريكيد المحاسب المالي إنما الإدارة القانون جعلها مسؤولة عن إن هي توفر هذه القوائم وتقدمها للإكستيرنال بارتس ماشي فالإدارة وهي حريصة ومسؤولة عن تقديم هذه القوائم المالية اللي المفروض هيعدها المحاسب المالي اللي هو الموظف عندها الإدارة لازم تخلي بالها القوائم المالية دي البالانشيت الميزانية بتاعتها بيظهر في الكارنت أسيتس بتاعتها بيظهر بند مهم جدا وخطير اللي هو إيه اللي هو المخزون فالمخزون اللي هي البضاعة المتبقية عندها بدون بيع المخزون ده ترديشنالي في البيئة التقليدية كان بيتم تقييمه ويتم حساب تكلفته باستخدام النظام التقليدي في مخصف التكاليف اللي هو البروداكت كوستنج سيستم لكن مع بيئة الأعمال الحديثة أول أسلوب قدموا لينا كابلان ونورتون أول أول أسلوب قدموا لنا اللي هو إيه إنه هما نادوا بطنقية نظام التكاليف خصوصا في الجزئية المتعلقة بالـ الـ 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 الجماعة دول قالوا إنه يا جماعة الـ بتاع الـ بالطريقة اللي كانت بتتم في نظام التكاليف التقليدي وإن كانت ساعتها ممكن نتغاضى عن ما فيها من أخطاء باعتبار إن هيكل التكلفة كان الجزء الأوفرهيد فيه بسيط وليل وبالتالي الأخطاء والتقريب اللي كان بيحصل في حساباته كان ممكن نتغاضي عنه لكن في ظل بيئة الأعمال الحديثة الكوست تغير الجزء بتاع الـ بقى بسيط صغير بينما الـ بتاع الـ اللي هي الأوفرهيد يعني ده أصبح كبير ضخم فأمام تضخم هذا الجزء بتاع الأوفرهيد يبقى الأخطاء اللي بتحصل فيه التحميل بتاعه على المنتجات باستخدام الأسلوب التقليدي أصبح مش من الممكن بقى التغاضي عنه الأخطاء في الحالة دي بقى الحجم بتاعها من الجسامة بحيث أن التكاليف أصبحت كده أصبحت مشوهة وحيترتب عليها اتخاذ قرارات خاطئة يبقى لابد أن نعيد النظر في أسلوب الأسلوب بتاع الأوفرهيد من هنا قدمونا الأسلوب بتاع الأكتيفتي بيز كوستينج وللأمانة واجب علي أن أنا أوضح لحضراتك وللعالم كله أن أسلوب الأكتيفتي بيز كوستينج اللي قالو كابلن وزميلو في سنة 1980 1980 في الحقيقة سبقهم إليه في سنة 1960 أستاذنا الفاضل رحمة الله عليه محمد توفيق بلبع اللي منكم عنده الكتاب بتاع دكتور محمد توفيق بلبع من سنة 1960 لغاية ما توفه الله يجد أن هذا العالم الجليل كتب في معالجة أثناء معالجة في الشابتر المتعلق بالأسساينمنت بتاع الأوفرهيد بعد ما شرح الأسلوب التقليدي بالألوكيشن بتاعه اقترح أسلوب آخر وهو تحميل التكاليف في الدبارتمنت الواحد التحميل مش على أساس الدبارتمنت لا ما بيطلعش وان اللوكيشن ريت للدبارتمنت لا ده بيقسم الدبارتمنت من جوه إلى ساب دبارتمنت بحسب المشين جروبس الموجودة جوه الدبارتمنت في حالة في حالة لما يكون الدبارتمنت من جوه فيه عدة أنواع من الماكينات وكل نوع بيؤدي نشاط مختلف عن الآخر يبقى ما ينفعش نستخدم وان اللوكيشن ريت يبقى لازم نطلع سيبرت اللوكيشن ريت رحمة الله علي لو كان هو موجود حتى الآن كان لازم أستضيفه معايا وأنا طبعا تلميزه وهذا فخر رية كان لازم أستضيفه معايا في تقديم هذا اللقاء لحضرتكم مرة أخرى أقول وتقولوا معي رحمة الله على هذا العالم الجليل يبقى احنا خلاص تفقنا لازم بقى تكاليف المخزون اللي بتظهر في البلانس شيت وفي الانكم ستاتمنت لازم تكون محسوبة بطريقة خالية من الأخطاء اللي حصل في النظام التقليدي وذلك through using activity based costing and now let us see the following diagram which demonstrates the factors that dramatically changed the traditional business environment into the new contemporary one and the new accounting tools invented to deal with those changes in the world in the as you can see and the chart this is important to the diagram ده مهم جداً ويعني عشان كده أنا أصلاً كنت حتطهلكو ومازلت طبعاً حتطهلكو في الفيديوهات الشريحة اللي أنا باعتها لكو على الواتس وهي قديني بكراره لكو مرة أخرى في البداية بنقول نظام المحاسفة الإدارية النظام بتاع المحاسفة الإدارية بيقدم ويوفر معلومات النظام بتاع المحاسفة الإدارية بيقدم معلومات تساعد الإدارة على تنفيذ والقيام بوظائفة طب إيه وظائفة؟ ما إحنا لسه قللين دلوقتي ما عليش عشان خاطر نكرر تاني بس باختصار مش هنخش بقى في تفاصيل خلاص إحنا قلناه إيه هي الوظائفة الإدارة؟ أول وظيفة رئيسية وخطيرة ومهمة بتتكلم عن الاستراتيجية 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 زي ما شفنا من شوال دلوقتي بتمر مرحلتين مرحلة الأولى أن الإدارة تختار الاستراتيجية المناسبة اللي هي حتتبعها والخطوة الثانية أن هي متى اختارت الاستراتيجية حتبدأ بقى في تنفيذها بالوظائف الأربعة اللي قلنا عليهم أو زي ما تشايفه الخطوة الأولى فورميوليتينج استراتيجي والخطوة الثانية اللي هي بقى إيه إمبليمينتينج استراتيجي وده الكلام اللي أنا لسه قيله الحضرات للوقت طيب لما نيجي نختار الاستراتيجية زي ما قلنا الإدارة أمامها عدة أنواع مني طايبس أوف استراتيجي فالإدارة بقى بتشوف كل طيب منهم وتختار الاستراتيجي طيب اللي هو يناسب المنشأة طيب وحتختار ده إزاي يعني على أساس عن طريق استخدام أسلوب الصوات اللي قلنا عليه من شوية هذا الأسلوب هو ده اللي هيكشف للإدارة ويوضح لها إن هي تقدر تخش في أنهي استراتيجية ولا ما تقدرش هي عندها نقاط قوة تمكنها ولا لا نقاط الضعف اللي عندها تمنعها من الدخول فيها ولا لا وهكذا الخطوة الثانية بقى إن بعد ما خلاص الإدارة اختارت الاستراتيجية باستخدام اسلوب الصوات هتبتدي بقى تنفذ هذه الاستراتيجية التي تم اختيارها عن طريق الوظائف الأربعة الآتين الوظيفة الأولى إن هي الإدارة تبتدي بقى تحط خطة بحط خطة لتنفيذ هذه الاستراتيجية والخطة دي الإدارة بتحددها بتبقى لكن الماناجير الأكاونتنت بياخد الخطة دي يترجمها بقى إن مونيتاري تيرمز يترجمها بإيه بلغة نقدية بلغة الفلوس يعني فتبقى في الترجمة في الحالة دي تبقى اسمها باتجت طيب وبعد ما نعمل الباتجت نتيجة الخطة اللي حطناها نبدأ في التنفيذ أثناء التنفيذ لازم التنفيذ يصاحبه كنترول لازم يصاحبه رقابة وبعد الانتهاء من التنفيذ في كل فترة ويفضل تكون فترة خصيرة بنعمل تقييم للأداء بعد كده الوظيفة أيضا التالتة هي الإدارة كل يوم بتقابلها مشاكل في كل يوم في مشاكل بيبقى مطلوب من الإدارة أنها تحل لها وعشان نحل المشكلة لازم ناخد قرار فالوظيفة اللي بعد كده قلنا decision making وقلنا لما نيجي نطبق decision making زي ما أنا شرحت من شوية دلوقتي قلنا لازم نطبق relevant concept مفهوم الملاءمة بالتفاصيل اللي قلناها قبل كده وآخر وظيفة بقى أن الإدارة تقوم بمسؤوليتها عن توفير القوائم المالية financial statement وطبعا قلنا قبل كده وبنكرر تاني أن اللي بيقوم بإعداد القوائم المالية هو financial accountant مش الإدارة الإدارة مسؤولة عن أنها تخليه يعملها في الوقت المناسب وتنشرها لل external users زي ما قلنا قبل كده طيب ده استقراض سريع كده زي ما شايف وطبعا مهم بص أنا مش عايز منه غير الخريطة دي يعني الشرح اللي أنا قلت قبل كده النهاردة دلوقتي في اللقاء في بداية هذا اللقاء الشرح ده بس عشان أعمل refreshment للمعلومات اللي احنا دارسناها مع بعض لكن أنا مش بطلبك أبدا أنك انت تخش في تفاصيل الأسليم وتوريني زي بتطبق لا 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 أنا هميني تعرف بس الخطوات وظيف الإدارة إيه طيب التغير اللي حصل في بيئة الأعمال التقليدية وظهرة البيئة الحديثة أثر إيه على الوظيف دي وإن أدوات المحاسبية اللي تنفع وبتستخدم وتفيد في تنفيذ هذا الوظيف ده اللي أنا عايز اللي هو يعني يا عم دي ريسيبس انت معايا ولا نمت اللي هو يعني الخريطة دي طيب فهنا بعد ما شفنا الوظيف التانية نتكلم بقى بنقول أن الترديشنال بيئة الأعمال التقليدية كان الهدف فيها إيه بقى زي جول إز ستوك هولدر ستفاكشن زي ما أنا قلت كان الهدف هو إرضاء أصحاب المنشأة إرضاء الستوك هولدر أيوة لأن هم اللي في إيدهم روح الإدارة يقدروا يجددونهم ولا يمشوهم كده طيب طالما الهدف كان كده في البيئة التقليدية يبقى عشان كده الإدارة بقى لما تيجي بعد ما بتختار الاستراتيجية اللي حتطبقها يبقى بتختار زي ما أنا قلت من شوية توليفة المنتجات المسلة اللي تحقق لها أكبر قدر من الهدف بتاعها وهو الهدف بتاعها إرضاء المساهمين وإرضاء المساهمين يعني يعني إديهم أكبر قدر من الأرباح يبقى عشان كده كان البرودكت ميكس المنتجات التشكيلة المسرق هي التشكيلة التي تحقق أكبر وأعلى ربح بينما الكلام سيتغير في البيئة الحديثة زي ما سنشوف من ضمن أدوات المحاسبية يبقى هنا فوق زي ما شفنا أن بالنسبة في بيئة الأعمال دي أول خطوة المحاسب الإداري مطلوب منه ساعد الإدارة في اختارة الاستراتيجية عن طريق أن هو بيحسب لها البرودكت ميكس في زل كل استراتيجية عشان تشوف إيه الاستراتيجية المناسبة لها طيب خلاص وانس إن إحنا استقرينا على استراتيجية هتتبع هنبتدي بقى ننفذ الاستراتيجية فأول حاجة هنحط خطة الإدارة طبعا هي اللي هترسم الخطة اللي اتحقق هذه الاستراتيجية والمحاسب الإداري هيترجم هذه الخطة المونيتاري تيرمز باللغة النقود اللي هي تبقى بادجيت طبعا بيعمل حاجة اسمها مستر بادجيت والمستر بادجيت ده له صب بادجيت عندك البادجيت بتاعت البرودكشن وعندك بتاعت العمالة والروماتيريال وداخل طيب لما نبتدي نعمل كنترول الكنترول في البيئة التقليدية كان بيتم عن طريق ان يتم تحديد معايير لكل انصر من عناصر التكلفة نحدد معيار للمواد اللي تستخدم مفروض تبقى كام معيار للأجور معيار وهكذا بنحط معايير علشان القائمين بالتنفيذ يسترشدوا بيها ويتزموا بتحقيقها أثناء التنفيذ طيب لما عاقب كل مرحلة من مراحل التنفيذ عايزين نعمل performance evaluation أيوا في البيئة التقليدية تقييم الأداء بتاع كل قسم وكل ديبارتمنت كان بيتم على ضوء مقدار ما يقدمه هذا القسم من عائد أو أرباح للمنظمة يعني كان المعيار بتاع التقييم هنا كان معيار مالي وكنا بنتابع في الحالة دي ما يسمى أو ما يقرب به financial analysis كنا بنعمل تحليل مالي باستخدام المؤشرات بتاعة الربحية فقط بالنسبة للdecision making طبعا بنطبق relevant concept بس طبعا بالمفهوم التقليدي مش بالمفهوم اللي أنا شرحته من شوية اللي بياخد في اعتباره اللي stick cost والتسروبوت accounting والكلام الحلو آخر حاجة financial statements أيوا كنا المحاسب المالي بقى بيوفر المعلومات بتاعة القوائم المالية خلاص وكان المحاسب الإداري دوره في الشغلانة دوره إنه بيحسب تكلفة الانتاج وبالتالي تكلفة المخزون ويديها للمحاسب المالي عشان يحطها في البلانشيت زي ما قلنا ضمن الـ current assets وعشان يحطها في الـ income statement وهو بيحسب cost of good the soul كويس لكن كان المحاسب في الحالة دي حسب الإدارية كان بتحسب التكلفة ازاي بتاعت الإنتاج والمخزون ده كان بتتحسب بالتراندينشنال cost accounting زي ما اتفقنا قبل كده طيب ده إذن كان بيئة الأعمال التخليدية الهدف فيها شكنا وإيه الأدوات المحاسبية في ظل تلك البيئة التخليدية بعد كده البيئة التخليدية زي ما شرحنا قبل كده في اللقاءات بتاعتنا وبنكرر دلوقتي هذه البيئة التخليدية اتغيرت بقى في عندنا عوامل استجدت ابتداء من 1980 افتداء من سنة 1989 هناك تغيرات جزرية دراماتيكري تغيرات جزرية حدثت في بيئة الأعمال كان طبعا نتيجتها العولمة عدد من المتغيرات عمل التغير جزري في بيئة الأعمال التخليدية وبالتالي شكلت لدينا ما يقرف ببيئة الأعمال الحديثة إزاي نشوف برضو بإيجاز كده باختصار أول حاجة Increase Global Commitation لما اتعملت اتفاقية الجات وأزيلت الحواجز الجمركية من أمام حركة الاستراض والتصدير الأسواق بدل ما كانت لوكال كل دولة أفرع على نفسها وعمل احماية جمركية والآخر لا الأسواق اللوكال دي اختفت والسوء اتفتح والعالم كله زي ما بيقوله أصبح قرية صغيرة العالم كله بقى سوء واسع أي دولة بقى المنتجات فيها بتجيلها من مختلف دول العالم فيبقى في الحالة دي يبقى اتسع السوء هم تيشا ومن دون المتغيرات الأخرى أني ظهر وطبعا بداية الظهور بتاع النكد ده كله جيه من اليابان طبعا أنا مقصدش النكد بالمعنى المعروف لا نقصد التغيرات والانقلابات اللي حصلت بأنه ظهر عندنا من اليابان طبعا ما يسمى lean manufacturing اللي هو لما بنترجمه بالعربي بنقول عليه الانتاج الخالي من الضياع أو الفقت lean manufacturing يعني أنا يهمني بس تبقوا عارفين المسمى لكن دي مش شغلتكم بقى lean manufacturing كمان من ضمن المتغيرات أنه حصل تغير طفرة كبيرة في تكنولوجيا المعلومات advances in information technology حصل طفرة كبيرة طبعا دي أثرت على الأسواق وعلى بيئة الأعمال الحديثة أيضا متغير رابع greater focus on the customer في الظل اللي حصل ده كله بقى والمنافسة الشديدة كل بقى شركة عليها أنها تخلي بالها وتحافظ وتحوط على العمل بتوحفة فابتدى بقى التركيز هنا ينصب على العمل بدل ما كان زمان تشتري من الشركة ولو عايز ترجع البضاعة أو تقول له دفع عيب يقول لك ما عرفكش اشتريت خلاص إنما لا 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 ده الوقت الدنيا تغيرت خالص لازم تطبطب وتحايل العميل بتاعك بدل ما يفلت من إيدك ويروح للمنافسين أيضاً من ضمن طائرات اللي قلبت دنيا الأعمال نيو فورمز أوف مانجمينت أورجليزيشن ظهر بقى أشكال جديدة للتنظيمات الإدارية باختصار كده يعني ايه كلام ده يعني كان التنظيم الإداري المتبع من زمان في البيئة التقليدية هو التنظيم الهرمي تنظيم هرمي حيث تنساب المعلومات من أسفل لأعلى ومن أعلى الأسفل يعني المعلومات تطلع من المستويات الدنيا تطلع بتقارير للإدارة فوق العليا والإدارة العليا تصدر تعليمات وقرارات من أعلى لتنساب وترسل إلى المستويات الدنيا لكي تنتزم بيها ده النظام التقليدي في بيئة الأعمال الحديثة لا لأن المشاكل اللي بتقابل للمنشأة ما بقاش زي زمان المشكلة بتكون مشكلة متعلقة بقطاع الإنتاج فقط فقطاع الإنتاج بس هو اللي يشتغل فيها ويطلع لفوق تقارير وينزل لا ولا مشكلة بتقابلنا بتكون متعلقة بالتسويق فقط لا 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 المشاكل بقى في البيئة الحديثة بقت المشكلة بتكون متعلقة ولها تأثير على أكتر من قطاع من قطاعات المنشأة تلاقي فيه مشكلة بيكون لها تأثير على قطاع التسويق ولها نعكاس أيضا على قطاع الإنتاج ولها نعكاس أيضا على قطاع التمويل ويبقى في الحالة دي ما ينفعش بقى إن الأقسام بتاعت والإدارات بتاعت المنشأة تشتغل في جزر منعزلة كل إدارة قفلة على نفسها وأي مشكلة تخصها بتبحث هي الوحدة لا 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 طالما المشاكل في البيئة الحديثة أصبحت المشكلة متعددة الجوانب وتؤثر على عدة إدارات في آن واحد يبقى لابد لما نيجي أي مشكلة تقابلنا لابد على طول إن يحصل تيم تيم وير لازم يكون فيه بقى فريق يمثل فيه مندوبين من مختلف الإدارات التي تتأثر بهذه المشكلة لازم نطبق مبدأ أو مفهوم انتر ديسيبلير أبروتش ما ينفعش يقولك المشكلة دي إنتاج بس أو تسويق بس أو كال لا لا ما ينفعش طيب أيضا من ضمن التغيرات الجزرية اللي حصلت وأثرت على بيئة الأعمال ولازم طبعا تأثر على المنشآت في أعمالها إيه هي بقى تشينجيس إنزا سوشيال بوليتيكال أند كالتشيرال انبيرومنت أو بيزنس أيوة حصل تغير بقى في البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية بتاعت المنشآت ومن هنا بقى ابتدى يظهر عندنا مفهوم جديد اسمه ساستينابيبيت الاستدامة الساستينابيليتي وزيت سري بيلرس الاستدامة بالأعمدة أو المحاور التلاتة بتاعتها طيب بعد كده طب دي بيئة الأعمال الحديثة دي التغيرات اللي حصلت في بيئة الأعمال الحديثة ترطب على كده بقى إيه إن أصبح الهدف ما بقاش ستوكولدر ساتسفاكشن زي ما قلنا لأ الهدف بقى تغير دلوقتي وأصبح إيه كاستومر ساتسفاكشن حتى بعد كده اتغير من كاستومر ساتسفاكشن بقى ستيك هولدر ساتسفاكشن اللي هو إيه إرضاء أصحاب المصادح مش الكاستومر بس ولا الاستوكول بس لا إرضاء أيضا باقي المجتمع الذي تعمل فيه المنظمة كويس معلش أنا آسف طولت عليكم شوية بس معلش أنا كل اللي يهمني من كل اللقاء ده الخريطة اللي قدامكو دي دي أهم حاجة وإنك أنت تبقى عارف بس الخطوات والأسهم هي بتوضح لك الخطوات بتاعة التطور اللي حصل في بيئة الأعمال بيئة الأعمال بقى الحديثة قلنا بقى عايزين دلوقتي هدفنا الأساسي كريتينج كاستومار فاليو ما هو أنت علشان ترد العميل وتجذبه لازم العميل يشوف أن المنتج اللي أنت بتقدمه له ده لازم العميل يشوفه ويحس أن هذا المنتج له قيمة ومنفعة بالنسبانه عشان يرضى يشتريه عشان يرضى يدفع التمن اللي بتطلبه منه طب هو العميل إيه بقى اللي يخلق قيمة ويخلي المنتج بتاعك كده يعني يزغل العميل زي ما بيقوله والبلدي ويخليه مدي إيده في جيبه ويدفع ويشتريه أول حاجة أنك لازم تدي للعميل المنتج ده بسعر منافس يعني تدهوله تقدمهوله بسعر بيع أقل من سعر البيع اللي بيقرضه المنافسين للمنتج بتاعك ده بنفس الجودة طب ونعمل الحكاية دي إزاي إزاي أنا أخفض سعر البيع ما أنا كده ممكن أخسر لأ أنت هتخفض سعر البيع عن طريق تخفيض التكلفة بتاعتك لو خفضت التكلفة بتاعتك هيبقى في عندك إمكانية تخفض سعر البيع من غير ما المرجن بتاعك يتأثر كتير أيضاً من ضمن العوامل أو الأمور اللي هي تأملك value creation إيه بقى product diversification يعني إيه تنويع المنتجات ما تعملش زي سركة النصر فضلت 25 سنة تنتج عربية بشكل واحد وطراز واحد لأ نوع المنتجات وطبعاً الشركات الرائدة في هذا الموضوع اللي هي الشركات اليابانية شركة تيوتا اللي هي أصلاً منبع معظم اللي لم يكن كل هذه التطورات شركة تيوتا تشوف تيوتا دي بقى بتنزل كام نوع من أنواع التيوتا مكتوب عليها تيوتا أستحتها تيوتا كارينز تيوتا مش عارف إيه إيه وابتدت طبعاً وراء منها عطول تقلدها الشركة بتاعة كيا شوف كيا النهاردة وانت ماشي في الشارع فيها كام موديل من كيا لازم تنوع لأن الناس ربنا ما خلقش الناس كلها بزوء واحد الناس أزواق متنوعة وزي ما كانت القعدة اللي زمان أجدادنا بيقولوها بيقولك لو تشابهت الأزواق لبارة الصنع يا شوف الحكمة موجودة من زمان بس احنا ما بناخد شبان أزواق الناس لو كانت كلها زوء واحد ما كانت الشيء السلع تتباع بالكسر إنما لابد ربنا خلق الناس ضباع مختلفة وأزواق مختلفة حضرتك لما تنتج منتج بتراز واحد هتبقى بترضي فئة واحدة فقط من الكسر إنما لما تنوع منتجاتك يبقى كده أنت بتشبع وترضي مختلف الأزواق طيب معلش أنا كل ما أقول مش عايز أدخلك في تفاصيل كتيرة مش عارف طبع عشان بحبكم بحب بعقوا درغي معاكم كتير خصوة اللقاءات بيقولوا انتهت فبنعمل اللقاءات أونلاين دي أيضا من الوسائل والأسليب اللي إحنا نرضي بيها الكاستمر ونحافظ عليه الكواليتي إوعى تكون بتخفض السعر ويكون التخفيض على حساب إنك أنت بتقدم كواليتي بور كواليتي فخيرة لا لازم تحافظ على كواليتي بالعكس لنت تتحاول من ضمن وسائل الإرضاء إنك تعلي الكواليتي بتاع المنتج بتاعك واخذ بالك تعلي الكواليتي بتاع المنتج بتاعك وعن المنتجات بتاعة الجماعة المنافسين آه فخلي بالك بقى إيه من الحكاية دي طيب أيضا من ضمن الأسليب اللي هو تايمينج يعني إيه تايمينج أيوة يعني وقت التسليم بتاع المنتج بتاعك للعميل ما ينفعش زي زمان كده العميل يروح عشان يشتري السلعة يدفع تمانها دلوقتي أو يدفع دون بي ترجمة نانسي قنقر